هل تعتقد أن معلوماتك الخاصة بأمان؟ فكر مرة ثانية في طرق بحث متقدمة تقدر تكشف معلومات أي شخص باسمه، صورته، إيميله أو حتى حساباته القديمة في هذا الفيديو أعلمك كيف تستفيد من أدوات الأوسينت لجمع المعلومات سواء كنت تبحث عن شخص معين أو عن أي بيانات منتشرة في الإنترنت بعض الطرق بتعطيك نتائج مذهلة وبعضها تحتاج شوية صبر وتجربة وإذا ودك تعرف كيف تشتغل هالطرق خليك معايا وخلنا نبدأ في أدوات كثيرة تساعدك في البحث في كل مكان تبغى أو عن أي موضوع تبغى أنت مهمتك أن تعرف وين تبحث بالضغط وكيف تبحث لأن المجال هذا ما يعاني من نقص بل يعاني من وفرة زائدة بالتالي في ملايين المواقع المتوفرة للبحث عن نفس الشيء ممكن تلقى المعلومة التي تبغاها في أول موقع أو ممكن تلقاها في آخر موقع تبحث فيه لذلك مع الأسف لازم تجرب أكثر من مكان عشان تجمع معلومات جيدة لكن لحسن الحظ أنه في مواقع كبيرة ومتخصصة وأغلب الضم بتخدم هدفك اللي تبغاه وكل يوم يطلع موقع جديد ممكن تستفيد منه في حال كان فيه موقع الصار قديم والمعلومات اللي فيه أيضا قديمة وفي هذا الفيديو معاكم بنشوف بعض المواقع وإنت ممكن تكمل عملية الاستطلاع وتبحث زيادة بنفسك في حال ما لقيت اللي تبغى وفي نهاية الفيديو بعطيك موقع كهدية صراحة جدا مفيد وممكن يسهل عليك الكثير فأخليك للأخير عشان تستفيد بس قبل لا نبدأ حاب أقول أن هذا الفيديو لي أغراض تعليمية فقط إحنا ما ندعم أي نشاط غير قانوني المعلومات هنا لتعزيز الوعي بأمن المعلومات ويجب استخدامها بمسؤولية أي استخدام غير صحيح ومسؤولية شخصية ونحن نخلي مسؤوليتنا عن أي ضرب نعتج في بعض الطرق اللي ممكن تستخدمها عندما تبحث عن معلومات عن الأشخاص من خلال حسابهم نفسهم لو افترضنا مثلا أن نبغى نعرف مين أصدقاء هذا الشخص وبما أنه مو ظهرين أنت ممكن تروح للصور وتشوف التعليقات أو تشوف الناس اللي تفاعلوا معاه وكذا تعرفهم طريقة ثانية أنت ممكن لو تعرف اسم الشخص رح نستخدم جوجل دورك هنا تبحث عنه في جوجل باستخدام علامة 2 تنصيص وجوجل رح تظهر كل النتائج اللي مذكور فيها هذا الشخص زيادة على اسم الشخص أنت ممكن تبحث كمان عن أي ملفات أن ذكر فيها هذا الشخص وصدقوني هذه المعلومات هي الأهم ودائما تلقى فيه مؤسسة غبية ذكرت اسم الشخص في مكان ما في ملف معين والملف هذا منشور على الإنترنت للأسف بالتالي لما تستعلم عبر جوجل وتخليه يبحث لك عن الملفات اللي فيها أسماء الشخص المعين أنت كذا ممكن تجمع كمية حلوة من المعلومات عنه ممكن كمان لو تعرك معلومات زيادة عنه تبدأ تكتب اسم الموقع اللي ممكن تكون معلومات هذا الشخص ذكرت فيه يعني وكذا تسوي عملية بحث شاملة ممكن وإنت تدور عن شخص معين تستخدم البحث العكسي عن الصور إذا عندك صورة لو تقدر ترفحها في جوجل ريفيرس إيميج سيرش أو يندكس اللي هو محرك بحث ثاني وبتشوف إذا الصورة مستخدمة في أماكن ثانية أو مربوطة بحسابات ثانية لو هذه الطريقة مر مفيدة خصوصا إذا الشخص مثابت على اسم مستخدم معين أو يستخدم اسماء مثلا مستعارة وبنتكلم عن تحليل البيانات الوصفية اللي هي الميتا داتا لو حصلت على صورة أو ملف معين تقدر تستخدم أداء زي إكزف تول عشان تطلع المعلومات المخفية زي المكان اللي أخذت الصورة فيه نوع الجهاز اللي استخدموا وحتى بعض البيانات الزمنية اللي ممكن تعطيك فكرة أوضح عنها ديك تبحث بالصورة لو مثلا أخذنا صورة مارك بما أنه دائما نبحث لو بحثنا عن الصورة في جوجل للأسف ما كانت في نتائج كثيرة مفيدة ولكن عندك مليون موقع بحث بالصورة أو بالصور ومن ضمنهم لو رحت لهذا الموقع وحطيت الصورة الموقع رح بحث لك عن الأماكن اللي موجودة فيها نفس الصورة أو الأماكن اللي ممكن فيها بعض الصور المشابهة يمديك كما تستخدم إكزف واللي هو أنك تعرف معلومات عن الصورة نفسها زي مثلا من اللي صورها أو أوقات تكون في بعض الإحداثيات وزي كده ومنها ممكن تعرف موقع الصورة طبعا الخيارات هنا كثيرة وممكن بس تبحث عنها في جوجل وتلقى مواقع كثيرة تقدم نفس الخدمة ملاحظة بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحذف هذه المعلومات من الصورة المرفوعة عليها للأمان يعني والحماية ممكن تقول إيش الفائدة من هذول أولا لازم تعرف كل أشكال البحث لأنه ما راح تعرف إيش المعلومة اللي راح تكون متوفرة عندك ومن خلالها تقدر تبدأ تبحث عن بقية المعلومات لذلك لازم دائما تكون فاهم كل شيء ممكن تستخدم جوجل لأغراض ثانية لأنه للأمانة عنده بعض الخيارات اللي ممكن تكون مناسبة في بعض الأوقات الصورة المشابهة أو الأماكن اللي ذكرت فيها أو لو كان منتج مثلا أو لو تبغى معلومات عن هذه الصورة الآن بحكم أنه عندك حساب الشخص وقدرت تبحث باسمه وتبحث كمان عن ملفات في الانترنت وحسابه عندك ممكن في أثناء بحثك تلقى إيميل الشخص وهذه فرصة حلوة إنك تجمع فيها معلومات زيادة عنه من خلال إيميله طبعا تكلمنا عن كيف تلقى بعض البسوردات المتسربة على إيميل الشخص لكن لو رحت لهذا الموقع وكتبت الإيميل هنا بيعلمك عن كيف تشوف الحسابات اللي ممكن هذا الإيميل سجل فيها وتشوف بعض الأنشطة التابعة لهذا الإيميل تقدر كمان تبحث باليوزر نيم تبع الشخص نفسه وتشوف جميع الحسابات اللي بنفس هذا اليوزر وكيدا ممكن توصل لأكثر من منصة التواصل الاجتماعي تابع لنفس الشخص بالتالي يمديك تجمع معلومات أكثر بما أنك لقيت مصادر أكثر وعشان تسهل عليك العملية لو رحت لهذا الموقع وكتبت اسم الشخص رح يجب لك وين ذكر في أكثر من مصدر سواء فيسبوك أو لينكت إن وزي كده يعني وعندنا موقع ثاني كمان اللي قلنا يشيك على اليوزر نيم ويشوف له موجود في بعض المواقع أو لا طبعا هذه الأداة ممكن تطلع أخطاء أنت ممكن تبحث بيها باليوزر نيم أو تبحث بيها بالاسم ولكن في أخطاء في بعض الأوقات تطلع هذا طبيعي زي مثلا قات إنه ما في على فيسبوك مع أنها جابة البروفايل تابعه لذلك عملية التحقق اليدويزين ما قلنا دائما أفضل لو جيت وكتبت تشيك يوزر نيمز في بينك رح تطلع لك عدة مواقع كثيرة أنت ممكن تستخدم أي واحد منهم عشان تجمع معلومات على اليوزر الأول مثلا يتحقق من توفر اسم المستخدم كاسم مجال وعشرات القنوات الاجتماعية الثاني يتحقق بسرعة من توفر اسم المستخدم أول مجال عبر ملصات تواصل اجتماعي متعددة أما الثالث يتحقق من أسماء المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات عشان تحصل على نظر الشامل يعني الرابع تستخدم هذه الأداة عشان تتحقق من اسم المستخدم على منصات كبيرة زي فيسبوك انستغرام تويتر وزي كذا والأخير يتحقق مما إذا كانت من المستخدم الخاص بك يعني متاح على أكثر من مية موقع لوسائل التواصل الاجتماعي فورا إذا كنت تبغى وجات فعلا في عملية الأوسنت أو استخبارات المصادر المفتوحة ممكن تزور هذا الموقع وتطلب منهم ديمون أو تجربة للمنتج تبعهم لأن بيساعدك كثير في التخطيط للعملية والتنظيم كون شفتم كيف في الأفلام لما تبحث عن شيء وتظهر الشاشات الحلوة حقهم هم يستخدمون برامج زي هذه بجانب الشاشة الحلوة قدرتها على التنظيم والتدقيق جدا عالية حسب موقعهم يقول لك بنسبة 51% أغلب الأشخاص يلقون نتائج غير مفيدة في أغلب الوقت والصدق هذا نوع ما عايب عملية جمع المعلومات لأن التتعامل مع خوارزميات بالتالي مو شرط كل شيء تلقى يكون مفيد أيضا عندهم واجهة سهلة التعامل وممكن تدخل فيها أكثر من شخص يبحثون سوا بالتالي الشغل ينتهي بشكل أسرع وطبعا عندهم بعض الأدوات للبحث التلقائي ولكن بما أنها عملية جمع المعلومات يعني لازم يكون فيها شغل يدوي لأن مثلا لو بتبحث عن اسم شخص ممكن يكون في أكثر من شخص عنده نفس الاسم بالتالي البحث اليدوي هنا مهم لأنك تعرف منين بالضبط أنت تبغى تبحث عنه في الأخير بس حاب أقول أنه عندنا كورس كامل لمدة ساعتين إذا تحب تستفيد أكثر وتتصفح بقية المواقع المفيدة اللي ممكن تساعدك في عملية الأوسنت الرابط تلقاه في المصر ولا تنسى اللايك إذا عجبك الفيديو موسيقى موسيقى